الصوم الليالي الوترية والتهجد فيها كلها تربية ان احنا نعمل عمل من اعمال الخير بتربي نفسك على الاداء ده يعني عاوز اقول ان التربية ما هي الا مجموعة من الاخلاقيات والسمات اللي بتتزرع في الاولاد الصغيرين بتتزرع ازاي بتتزرع بطريقتنا احنا بقى يعني ايه طريقتنا كأباء وامهات في كتير من الاحيان بنبقى عفويين كأباء وامهات عفويات ده جي وقع البتاع صطعيلي جزقع جريت عملت بتاع سوت مقالضم داخل مقالضم ممكن اشوت في اللي قدامي اعمل في قدر من التلقائية في السلوك قد يؤذي التركيب البشرية بتاعت الاولاد واحنا عاوزين اولادنا يتولدوا احرار يعني ايه احرار حقولكو اخلاق الاحرار مش بيبقوا عندهم اخلاق العبيد المستعبدين يعني وده موضوع مكالك عكده مش مش هتطرق له غير حاجة على بسيطة شوية عامة عامة الاماني صوت مش واصل اه طيب عادة فيه فيه ناس بتربي اولادها على اخلاق العبيد وفيه ناس بتربي اولادها على اخلاق الاحرار عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلانا منبقاش يعني المحرك الاساسي بتاعنا في رمضان مثلا الاكل والشرط والجلوكوس اه خل المحرك الاساسي بتاعنا اه الارتقاء وعادة من بتصومي تلاتين يوم بيحصل لك بعض التعيرات اه والمفروض ان الاخلاق تبتدي تهدأ ويبتدي النعرة الكذابة تقل شويتين ويبتدي استخدام المجانس والعضلات في التعامل تقل ويبتدي البني ادم يبقى توت فروتي كده حاجة جميلة كده في تعاملاته هين لين في صوته اه قليل المشاكل يبتدي الواحد يبتدي يتقبل بعض الاخطاء بصدر رحب عشان يقدر يصلحها ليه؟ لإحساسه بالضعف لإحساسه بانه هو قوته قوته الحقيقية في سلوكه قوة الانسان دائما في سلوكه قوة البني ادم في الكلمة المعتبرة اللي بتخرج منه مع سلوكه عشان كده اه عما بنتكلم في رمضان عادة بنروح لإيه؟ وقت الفطر إيه؟ بقى وقت الصحور إيه؟ طب إيه اللي يفطر؟ طب إيه اللي يفطر؟ طب إيه اللي ممكن نعمله لو الواحد في بقه يعني بقه مية والأزان قدن إيه اللي بيحرم في الصيام؟ إيه اللي بيمنع في الصيام؟ إيه اللي كذا؟ وتبتدي الأسئلة كلها تتجه هذا الاتجاه الصيام دي حاجة بينك وبن ربنا ملناش دعوة به كل بني أدم فينا أما بيصوم هو المفروض إنه هو بيتعامل مع الجوع والعطش والتعب والزهط والحرارة خلاص عشان عشان أمر من ربنا للصيام ترجمة نانسي قنقر